أكد سيد رئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة مصر لاتصالاتها الحسيسة مع مختلف الأطراف من أجل تحقيق تهدئة ووقف تصعيد المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين مشددا على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي تصال هاتفيا من الرئيس القبر السيني كوس خريستو دوليدس حيث تناول الاتصال الجهود الجارية لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كما توافق الرئيسان في هذا الصدد على أهمية تضافر جميع الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مصار ضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تابعات هذا التصعيد أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن لا تصال تطرق كذلك إلى أفاق تعزيز علاقات التعاون الوطيدة بين مصر وقبرص وكذا في إطار ألية التعاون السلاثي مع اليونان ترجمة نانسي قنقر